تحية لكم جميع مرحبا بكم معنا وحلقة جيدة من برنامجكم حضير راسك يقول لك سيدي اللي تلف اشد لارد ياك عارفين هذا المثلة بالداريجة المغربية اللي تلف اشد لارد معنية ان الانسان يخصو ياخذ واحد للحظة يركز فيها ويفكر فيها في الوقت اللي يحس براسه تايه في الوقت اللي يحس انه ما عندوش بوصالة اللي توجهو البوصالة انتم تعرفوا هو ذاك الجهاز اللي كانت حالة بسيط او الحضارة كانت استعملت هذا الجهاز ديال البوصالة كانوا هم الصينيين هذا الجهاز اللي كي يوريك الاتجاهات الشمال الجنوب الشرق الغرب فإلا تهتي في وسط شي بحر ولا محيط وإلا تهتي في شي صحرة وما بقى عندك حتى شي حاجة اللي توريك في انتا حتى غوباغ بحلقة نقوله كيمكن لك تلجأ لهذه البوصالة كتبيل لك الاتجاهات وبناء على المعطيات اللي عندك كتختار الاتجاه الصحيح اللي يمكن تمشي معاه باش ما تلف شاي باش ما تدوخ شاي كل المخلوقات عندها بوصالة أعمل شاي بحل البوصالة اللي كانت تكلموا عليها اللي هو ذلك الجهاز المادي ولكن عندها بوصالة في المخ ديالها مثلا طيور كيفاش كتعرف العشي ديالها كيفاش كتعرف المكان ديال التوالد ديالها من بعد ما كتصافر المئات بل آلاف الكيلومترات حول الكرة الأرضية ولكن مع ذلك كترجع للمكان ديالها المضبوط ما كتستعمل شاي العلمات ديال التشوير ما عندها شاي جيباس ولكن عندها واحد لبوصالة ولا بغيت تقوله واحد جيباس داخلي فأمخاخها اللي كيمكنها أنها تعرف فين هي وكيموقعها فين كيخصصت موقعها فالإنسان مفروض حتى هو عنده شي بوصالة بيولوجية بوصالة الإنسان البيولوجية ما كتوريه شهير المواقع الجغرافية والاتجاهات مفروض أنها تكون بوصالة اجتماعية بالدرجة الأولى بوصالة أخلاقية إذا شئنا بوصالة ضمير فواش الإنسان في الوقت الراهن؟ وإذا سمحتوه بغيتكم تطرحوات السؤال على نفسكم واش الإنسان في هذا الوقت تلف لبوصالة؟ ما بقاش عنده شي محدد للزمان والمكان والأحداث والأشياء تلف لغوباغ دياله كلهم ما بقاش عارف شمن تجاه ياخد ما بقاش عارف شنو يعمل ما بقاش عارف كيفاش يخطط لمستقبل ما بقاش عارف كيفاش يتعامل مع الناس ما بقاش عارف كيفاش يبدين هارو وكيفاش يساليه الإنسان اللي ولي باستمرار كيقول لنا باللي ما بقاش يعارف الوقت كيفاش كيدوز ما بقاش يعارف الدنيا كيفاش غادية الإنسان اللي ولي كيقول لنا ما بقيتش نعارف في من ندير الثقة ما عارفش شمن مشروع ندير شمن خدمان خدم شمن تخصوص ندير في قرايتي كيفاش نت أوريونطا سواء الصغار أو الكبار فاليوم مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء حلقتنا ستكون متميزة نوعا ما على اعتبار أنها ستتكلم لنا على أشياء داخلية وعاميقة جدا في الكونه دينا اليوم سنرى كيفاش نحضيه راسنا من التلفاء هذه التلفاء اللي ولت ميزة الإنسان المعاصر بصفة عامة والإنسان المغربي بصفة خاصة اليوم حضيه راسك من التلفاء حياة الإنسان بحالها بحال حياة باقي المخلوقات يجب أن تكون موجهة بأحد البوصالة البوصالة عرفناها في البداية ولو بشكل موسط نضيف أنه لتعمل البوصالة بشكل جيد لتبيل لك الاتجاه الصحيح يجب أن تكون متحررة من أي تأثير مغناطيسي يجب أن تكون قابطها بين يديك بشكل مقد لا تكون ميلة لعليم أو لعليسر يجب أن تكون قابطها عندك لا تكون قابطها مقلوبة خلاصة القول أن البوصالة لكي يمكن أن توجهك يجب أن تكون مضبوطة 100% وما تكون حتى مؤثرات خارجية وآجي نقيصوا هذه الأشياء على بوصالة الإنسان إذا قلنا أن بوصالة الإنسان هي الفكر دياله فكر الإنسان هو بوصلته هذا الفكر ديال الإنسان مفروض أنه أيضا بش يمكن يكون ويكون بوصالة صحيحة ما يكون مؤثر حتى بشي حاجة وهناك تطرح للسؤال الكبير كيفاش غدي ترشح تفيلتري هاد المؤثرات الخارجية شنه هي القدورات اللي خاصة تكون عندك بش البوصالة ديالك تبقى مقادة وبش متلف شاي وباللاتي بش ما يكون شاي هاد الخيطاب غير مفهوم عند البعض أجي نبسطوه كثر وناخد واحد الميتي اللي بصيد جدا عاد نخوضو في ما هو أعمق نخدو مثال أنه هو واحد الطالب بغي دير واحد توجيه في القرية دياله كيقرأ ما تلا عنده واحد تكوين علمي ولا أدبي ما كيهمش كيوصل الوقت اللي كيخصوه يتوجه شنه غادي دير واش غادي دير الكلية من بعد الباكالوريا ولا غادي دير معهد خاص ولا غادي دير شي معهد من المعاهد ديال الدولة إلي اختار دير الكلية اش من كلية غادي دير واش من تخصوص داخل تلك الكلية إلي اختار دير معهد خاص ولا معهد عمومي اش من معهد غادي دير واشنه هي التخصوصات المتاحة في هذك المعهد والان خصوصوات البوصالة البوصالة شنه هي الافكرية قلنا بش تخدم الموصالة خصوص تكون عندهم جموع ديال المعارف المعارفة الباب المعارفة هذ المعارفة خصوص تكون صافية ما تكونش ملوتة بش ما تكونش ديك البوصالة ديال بالصح عن دا شي تأثير مغناطي ما سيجعل الموري ديالها يخدم مزيان وما سيجعل الاتجاه هذه المؤثرة الخارجية في الحالة ديالنا ما هي؟ هي الهضرة ديال الناس ما تديرش الكلية صاحبي الكلية شنورة ما فيها ميدار ما تفرينوش عباد الله اللي دالوا الكلية عندك تحبلك الكلية رشحة جراوال وكتخرج عير شمورات ها التأثير الأول ها واحد الحق المغناطيسي ها تدير الكلية ها تديرها ولكن شوف ضرفي عير عامين مثلا وصافي وقلب دير شي حاجة اخرى ها مؤثير واحد اخر ها تدير معهد والمعاهد ولا هو عامرين كل شي اللي ما القام يدير كي يدير معهد يا صاحبي ولا تكتخرج المعاهد مثلا لما دريس ديال المهندسين واكتتخرج المهندسين كتر من الاحتياج للمهندسين ها واحد المؤثير واحد اخر ها دا مثال بسيط ماذا تفهموا؟ شنو المعنى من اللي بوصلة الفكرية والمؤثيرات الخارجية اللي عطيت مننا ما ديجب سيطة امارة لا ما منسى لي وشي اللي بغينا نقوله كيفاش كيتأثر لانسان قبل اتخاذ القرار دياله والان كيمكننا نتعمقوا اكثر في هذا الحوار ديالنا وفي هذا الحديث مع بعضنا اللي طبعا غادي يكون مشفوع بالتدخلات ديالكم الهاتفية مشكورين وغادي نبدو ندوز المكالمات بعد حين الآن على المستوى الاجتماعي على مستوى حياتنا كلنا كمجتمع مكون من افراد واش حنا عارفين رأسنا فين غالين واش حنا عارفين رأسنا شنو كنديرو واش حنا عارفين اتخذوا قراراتنا الغدا والبعدو 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 واش من اللي كان فيقو وكان بداو نهارنا باستثناء الناس اللي عندهم شي خدمة قارة وخحتها هي ما حاملين هاشوا بالنسبة للمولة كتمتل واحدة الروتين وما عندهم ما يديروا بها واش من اللي كيف يفيق الانسان عارف رأسه كيفاش غيدوز نهاره واشنو غاد يدير فيه وكيفاش غاد يختمو ومن بعد يعمل الحاصيلة كده زهر النهار او الانسان يرتالف وخاك يدير ذاك الروتين اليومي ديالو اللي تكلمت عليه مع ذلك يديرو هو تالف وخاك يجي لخدمته كي يخدم كي يخدم خدمته هو تالف ما عارف وش يركز على خدمته وش يركز على التليفون وش يركز على المشكين اللي خلافت طار وش يركز على المصروف اللي كيتسنه هات الشهر وش يركز على الكريدي اللي كيتساله كي يخصو حيدو عليه وش يركز على المشاكين اللي عنده مع الموحيد ديالو مراتو راجلو صاحبو صاحبتو اخوختو باهمو وش الانسان بقي عنده بوصالة وجهو الاتجاه الصحيح لما ينزلها في اي مكان من هاد الامكينة من اللي يكون في البحر توجهو من اللي يكون في الصحرات توجهو من اللي يكون في الجبال توجهو من اللي يكون كيتحدث مع نفسه عن المشكين اللي عنده في البيت توجهو من اللي يكون كيتكلم مع نفسه عن المشكين اللي عنده في الخدمات توجهو من اللي يكون كيدبر الميزانية ديالو توجهو أو ما بقيتش عندنا بأصالة واللي ناير تالفين واش كتحسسوا بالفعل بهات التلفا أو يالله البرنامج كي نبهكم لها واش هات التلفا ماشي هي اللي مخلينا مكان حقو شي النجاح اللي كنتمناه في حياتنا واش ماشي هي اللي معطلانا واش ماشي هي اللي كتخلينا نكذبو على راسنا وكل مرة كتلقوا سباب ومسبب العدم تقدمنا وكل مرة كنأجلوا القرارات دينا وكنقولوا وحتى تكون هاد القضية عاد ندير هاد القضية وحتى يوصل الشهر الفلان الفلاني عاد نبدأ وحتى تسالي هاد الموجة عاد نبدأ واش ماشي هادك هي المسببات الحقيقية اللي كتخلينا في بلاستنا اللي هي التلفا وغياب أو ضياع البوصلة منا تلفا للأسف من المظاهر اللي ولت في المجتمع دينا الإنسان هو اللي تلف وما عارف شنه يدير ما عارف شنه يقدم وشنه يأخر شنه القرار اللي يتاخذ واش يمشي فيه حتى الأخر ولا لا حتى تشير عنده مسببات ودائما كنعطيه المثال بهذه البوصلة أولا المسببات دياله مسببات ذاتية وكين مسببات موضوعية وكين مسببات لا منطقة لها المسببات الشخصية مرتبطة بالطبيعة للإنسان والتكوين دياله وكيف يشخدم على راسه حتى يرجع نفسه واحد الإنسان يعرف يتاخذ القرار ويعرف يتبت على هذا القرار حتى ينجح فيه أو يفشل فيه وإذا يفشل فيه لا يكون طيع وقته يكون ربح تجريبة وبذلك هذا الفشل لا يمكن نسميه في حينها فشل إذا كان الربح به تجريبه والتجريبة ستنفعه فالقرار الموالي الذي سيتاخذ شخصية الإنسان كانت لعب دور كبير وكتبنا من الصغر نحن واحد الجيل اللي تربينا من قبل آباء وأمهات رائعين وكانت عندهم النية الحسنة باش يربيونا تربية حسنة ولكن ماشي بالضرورة كلهم كانت عندهم الأدوات الصحيحة باش يربيونا التربية اللي غدا تجعلنا مزيانين على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسادي فبالنسبة لهم التربية كانت كانت تلخص في أنك تاكل وتشرب وتقرق باش تدير مستقبلك كل هاد الأشياء بحالك تلاحظوا مادية صرفة الاهتمام بالتربية النفسية وبالجانب النفسي للأسف ما كانتش في المجتمع دينا وما كان نضمش حتى الآن أنها كينا بصفة كبيرة الاهتمام بالجانب النفسي ضعيف جدا في التربية وفي البرامج التربية اللي عندنا كان يهتموا دائما بحشو العقل بالمعارف بغض النظار كيفاش غيكون هاد العقل كيفاش غيكون جسد صاحب هاد العقل كيفاش غيكون نفسية صاحب هاد العقل فهذا الجسد هاد هو المشكل لدينا باللأسف ديما كان قارنوا نفسنا بدول أخرى وبزمننا وعننا الحق إلا قارنة نفسك بدولة بحال ألمانيا كتلقى أنه البعد النفسي في التربية دي للأطفال حاسم بالنسبة لهم وحاضر باستمرار أهم من المعرفة في واحد المرحلة من مراحل العمر من اللي كيكونوا كيربي والدراري وكيقررهم صغار أهم من أنهم يقرروا الدراري ويعلمهم أشياء جديدة ويحفظوهم وإن كان هذا المفهوم دي للحافظ ودي للعراضة ما كانش تم أهم شيء هو الحرص على التوازن لهم النفسي لأنك الشيء الذي تجدونهم تابعينهم حتى كيف يعيشوا وصد ديورهم وأي ملاحظة كانت عندهم في الجانب بالنسبة لهم يدلوا عليها حالة طوارئ لكي يعرفوا أن هذا الطفل منه لا يعاني لأنه مخصصهم تخرج لهم إعاقات نفسية في المجتمع هو رأيين التي نتكلم عنها الآن هذا غياب البوصلة والتلفاء هم المعاقين النفسيين الذين كانوا في المجتمع دينا ورخصنا نوجود الحقيقة إذا نريد أن نطوره رخصنا نقوله أننا كلنا نعاني من الإعاقة النفسية ومن الذين نتكلموا على الأشخاص المعاقين وعلى الأشخاص الذين احتياجات الخاصة سنفهموا أن معظمنا إلا من نكون كلنا بنسبة مئوية مختلفة عنا احتياجات خاصة في الجوانب النفسية لذلك ما كانت بتوش على قرار لذلك كنحس برصنا دايخين وتلفين حيث البوصلة الداخلية المكونة مما هو فكري وما هو عقلي وما هو نفساني خاسرة ما اخداماش مزيان تكشي باش حنا تلفين هل هناك أمل في إصلاح هذا البوصلة؟ الحمد لله كيل الأمل مجهود كبير كبير جدا كيخصة نعملوه ماشي سهل ما كيوصل للعلاج إلا الشخص اللي عنده واحد الشخصية قوية جدا واللي عنده إرادة قوية جدا واللي مدرك جدا ومصالح مع نفسه في الجانب وكيقول بالفعل أنا عندي إعاقة نفسية خاصة نصلحها لماذا أنا هكذا؟ لماذا أي قرار تختمه لا يوجد فيه حتى للخر؟ اليوم كيكون عندي وجه غدا كيقول عندي وجه آخر اليوم كتكون عندي أفكار كنت أحس براسي متحميس بعده كنت أحس براسي محبط وما عندي تفكرة دايخ تالف ما عارفش عشان ندير لماذا؟ هذا الإحساس يجب أن تعرفك أنه لا يوجد وحدك الذي تعيشه كنت راجل كنت مرأ كنت أولد ولكن أنت بنت شاب أو شابارك ماشي ببوحدك رأى أعدادنا كثيرة جدا اللي كنعيشوا هاد الأشياء كيخصنا نهتمو بنفسنا من ناحية نفسية كيخصنا نهتمو إلا كنا آباء وأمهات أننا ما نعودوش إنتاج نفس النمادج الفاشلة نفسانيا للمستقبل دي البلادنا علاش إحنا تالفين وش كون من المفروض أنه ينبهنا لتلفة ديالنا اللي ينفروض وسائل الإعلام بحل كيدير هاد البرنامج المثقفين والفنانين وهذا دورهم في المجتمع فواش المثقف في المجتمع المغربي كيلعب هاد الدور ديالو أو حتى هو تالف وش الفنان في المجتمع المغربي كيلعب هاد الدور أو حتى هو تالف إلا أفطردنا أنه هاد الناس كلهم تالفين شنو واقع في المجتمع المغربي أين هو الخلال شكولك يخصوه يحرك هاد الشي يدير ضجة باش الناس ما تبقى شاي تالفة هل تالفة مرتبطة بالمصالح الشخصية واش انت كيهمك عراسك كيهمكش لاخرين وبالتالي لك انت مسؤول وخاك تشوف المجتمع ديالك كيغرق وإن كان بيدك أنك تتاخذ بعض الخطوات ما كيهمكش كيهمك مصلحتك وتبقى على الكرسي ديالك تساؤلات كثيرة وتشعوبات كثيرة يمكن نخوضوا فيها ونمشيوا فيها وحنا كان نناقشوا هاد الموضوع ديالت الفل اللي مضوخة الناس في هاد المجتمع وبالتالي مجتمع كله تالف ثم تزادت التلفة اكتر والدوخة اكتر مع الجائحة ديالكورونا وما بقيتش كتعرف راسك اشنو كتدير واشنو القرار اللي غادي تتاخذ لحقاش كتنتظر قرارات اخرى غدا تجي وعليش قلت كورونا وقرارات اخرى راه دائما كينا قرارات اخرى ولكن مخفية الآن واضحة بجموعة الاخوان عندهم تعاليق وتعاليق كثيرة كل كيمشي في الاتجاه ديال انه والأسف حتى لك انتي تالف مكن شي اللي كيوجيك وحتى اللي كيوجيك يوجيك من اجل بولوغ مصالح والشخصية راح تعد القضية ديالتغليب المصلحة الشخصية بغض النظر على كيفاش غدا تنعكس على المصلحة الاجتماعية راح فحد داته تلفا راح بزاف الناس كيعتقدوا ان هم اللي كينصبو على الغير ومن اللي كيتاخدوا قرارات معينة ومن اللي كيربحو الفلوس ومن اللي كيحقو المال دات راح هم ناجحين في حياتهم راح هم في الحقيقة تالفين حيث مع مرور السنوات ومع مرور الزمن غدي بلهم الى اي حد كانوا بولداء الى اي حد كانوا كيعتقدوا بللي المال دات بوحدة كافية لانها تعطيك السعادة وهذا راح كيقودنا للسؤال الكبير شكو اللي خلوض لنا عقلنا وتلف لنا راسنا ورجعنا ماديين صيرفين شكو اللي خلونا نسمحوا في والدينا من اجل الفلوس شكو اللي خلونا ندبزوا مع اخوتنا من اجل الفلوس شكو اللي خلونا نسامحوا في حبابنا من اجل الفلوس شكو اللي خلونا نضربوا بعرض الحائط كل القيم من اجل المال دات شكو اللي خلونا وخلونا 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 من اجل المال دات شكو اللي قال لنا ودي ان اللد العابرة رهية من بعد يل السعادة ما فى اللي اغيرنا المفاهيم دينا المرتبطة بالحياة الكريمة و بحياة القيام و المبادئ و الأخلاق ما فى اللي قلنا نقول و بنظر الاخلاق و بنظر الناس اللي يضروا على القيام و المبادئ الناس حماقا كي يخرب قوادوك ما بحيما نقول و ماذا من الأخلاق و مبادئ اخويا المادة الفلوس و ما الذي يفتحو لك الترقان في البحر المال أعطيني المال أخويا ولوحني ما سوقك شفيا شكو اللي رصخها الثقافة في المجتمع دينا وشكو اللي ما زال يسهم في ترصيخها شكو اللي ما كيفكر من الصباح من اللي كيفيق حتك يبغين عس يرف المدخول يرف الفلوس شكو اللي خلانا نعتقدوا أنه حنا تخلقنا اير باش نكونوا ناس ماديين اير باش نفكروا في المادة شكو اللي خلانا نفقدوا إنسانيتنا في اتجاه أننا نصبحوا مجرد حيوانات غريزية ما اللي كنقول وكننفكروا في الفلوس في نهاية المطاف را كنفكروا باش نحقوا بها أشياء محدودة ولكن بمستويات مختلفة ناكلوا ها احتياج حيواني كل حيوانة والحشرات تأكل نمارسوا الجنس ها احتياج حيواني كل الحيوانات والحشرات لهاتي الغريزة طبعا ما ندخلوش في السناءات العلمية السيرفة خليونا نتكلموا عليها بصفة عامة شكو اللي خلانا أننا نخدموا لمادة باش نحقوا هاد الأشياء فنيات المطاف را تشيلي كينا راجوش الأشياء اللي كتشتغلوا من أجلها اللدة اللدة المرتبطة بالإشباع المرتبط بالأكل واللدة المرتبطة بالإشباع المرتبط بالجنس اللي غيتكلم على أشياء أخرى اللي غيتكلم على إشباع روحي على إشباع فكري على إشباع أخلاقي اللي غيتكلم على المبادئ على القيم على الدين إنسان اللي نقدرون نقوله أنه ما زال شد في إنسانية ولكن شحال هما وأحتى من الإchetالات ستكلموا من الكلام هو المطلوب التطبيق التنفيذ فأ STOR janما pl ко 분 out تكتبقوا بشر자 يقولك هذه مسmonth لأنك ليس فقطاء في الدين الس gear ليس فقطاء في العديد كان السمور وسوف تتكذب لا يزال من الأفضل aux الثنوا على تطبيق ولكن من إتهاء التطبيق كانت للقايزй t By Hur ذات الشق الحيواني الغريزي ايضا عادهيتم نميزي لدي الحواج بمستوية مختلفة واحد بغضيل الفلوس بكثير لتأكل واحد لماكلة معينة ويكون في واحد يسافر لكي يأكل حيث ويأكل ويسافر لكي يتلقى معها رجل يختلف فعله وسيفره ايضا سيكون يمعين بالجنس ذلك كله سيجلبه الفلوس ما كان شي لديهم في الصباح يقول لك أنا اليوم القررت أنني سنجد شيخ خير روعة والثاني ليس بالضرورة مادية ليس بالضرورة بالفلوس يمكنك أن تقوم بالخير بالفلوس ما هو من يقف في الصباح ويقول اليوم سنحاول أن نكون إنسان دي للخير ما هو من خارط في جمعيات خيرية ما هو من يقوم بعمل شيئا لا ينتظر من ربح مادية لا ينتظر مقابل حتى الصداقة التي أعطيها تسنن عليها الأجر يريد أن تخلص عليها الأجر ما هو من يقوم بعمل شيئا حيث فهم حيث ما تلفوهش حيث ما فقدوهش البوصالة وطرحنا السؤال قبل حين شكولك فيه لأنه إرجعت البوصالة للعوام من الناس الفروض هو المثقف وهو الفنان المثقف والمثقف الفنان هل الناس فينا هم احتى هم تلفو احتى هم تبعي المادة لأننا أصبحنا مجتمع مادي وبالتالي حتى التفاهة لك أن تجيبنا المادة كنمشيوا معها وهذا هو الواقع اللي نعيشه إذن ما تقلقوا شيء لكنتم محاطين بالتفاهة وبالتفيهين حيتلقاوا بلاستهم وسط منكم حيتلقاوكم تلفين ما بقيتوش كتعرفوا وتعملوا حتى التقييم ما بين ما هو جيد وما هو سيئ السيئ إلا كان كيشبعكم كيشبع غرائزكم كيبال لكم جيد والجيد لكان كيبيل لكم عيوبكم كيبيل لكم سيئ ويمكن هذا هو الأمر اللي غاديتتعرض له هذه الحلقة من هذا البرنامج للأسف كين صحفيين اللي باقين متشبتين بالقيام وبالمبادئ وبالرسالة الفضلة ديال هاد المهنة ديال الصحافة وكين اللي نساقوا في عالم تلفاء وحتى هما تلفوا وحتى هما تخلو في العالم المصلاحاتي وحتى هما الأسف وبقوا شيك يعرفوا أنها رسالتهم رسالة خطيرة وضقيقة جدا وفي هذا الوقت بالضبط رف هاد الوقت اللي اكترت فيه الوسائل للتواصل الاجتماعي وسهال نقل الخبر وسهال الإشعة هنا في نحن محتاجين للصحفيين حقيقيين والصحفيين عندهم مبادئ وعندهم قيام والصحفيين اللي يشكلون المصداقية عند المتلقي وكل إنسان يتق فيهم بعينهم مغمضين بحل كنقوله ماشي صحفيين اللي احتهم يتبعوا المصلاحة وحتهم يتبعوا التلفاء واللي بغي يدير الفلوس راه ماشي في الصحافة الصحافة بحالها بحال المهان اللي هي مهان ديال القرامة وديال الشرف اللي صاحبها كي يخصوه يكون ديال الأخرين مش ديال نفسه استعد أنه يعطي من عمره يعطي من حياته يعطي من حريته يعطي من سمعته في بعض الأحيان باش يخدم المبادئ والقيام ديال البلاد باش يسهم في أن التلفاء ما نقول ما تبقاش بصفة نهائية ولكن على الأقل التلفاء تكون الاستثناء ما تكون هي الأصل ما نكونوش تلفين في الأصل وكين الاستثناءات ديال الناس أو مجموعات اللي ما تلفاء شيء التلفاء للأسف كنشوفوها عند الأحزاب السياسية كنشوفوها عند بعض الأجسام المهانية اللي يفرض أنها أجسام مهانية عندها قيمة كبيرة كنشوفوها للأسف عند الناس بحلقة نقول دائما اللي يدعي البرنامج أنه قد ألم بكل جوانب الموضوع المطروح ولكن اللي كيهمنا أننا نحتو حضرتكم تزيدوا تنقشوه مع بعضكم تفكروا فيه تقروا عليه قراءوا 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 مارسوا الرياضة وما تبقاوش حاضين الناس برنامج حدي راسك محمد عمور بكل حب يحييكم إلى اللقاء